اشتركوا في القناة مرحبا بكم في الفيديو دياليوم غادي نتكلم لكم على فاكهة الدلاح او البطيخ الاحمر او الحب حب او الجوح وهو صنف من اصناف البطيخ اللي كتنتمي لعائلة القرعيات وهو نبات صيفي متسلق كينتج دمار كراوية او وسطوانية الشكل دات لون اخضر فاتح او اخضر غامق وتتمتاز بمذاق حلو و لما قاموا الخبراء بتحليل الدلاح وجدوا انه يحتوي على 90 بالمية من الماء و 10 جرامات ديال السكار و 0.5 جرام ديال بروتيين و 7 ميلي جرامات دهون و 10 ميلي جرامات فيتامين سي و 30 ميلي جرامات حديد و 20 ميلي جرام ديال المانغانيسيوم و 15 ميلي جرام بوتاسيوم ووجدوا بانه 100 جرام فقط من البطيخ كتعطي للجسم حوالي 50 سعر حرارية كما ان البدور ديال البطيخ او الدلاح غنية بالبروتينات عالية الفائدة اللي كتحتوي كذلك على النسبة عالية من الدهون غير المشبعة والجيدة وخصوصا الاميغا المساعدة في تخفيض نسبة الكوليستيرول في الدم والدلاح كيتتخدم كطعام منشب ومروي وتتتعمل كذلك في صناعة مربات مختلفة وتمرة البطيخ كتنضج من 3 شهور الى 4 شهور من بدء الزراعة ديالها وباش الفلاح كيعرف بان البطيخ ناضج ولا غير ناضج فالدلاح ناضج من اللي كيقوموا بالضرب عليه تيصدر صوت مكتوم اي ما عندوش صوت ومن اللي كيصدر صوت دياله طانين تيعرف بان الدلاحة مازال مطابج وتبتت دراسات حديثة بان للدلاح فوائد صحية عديدة خصوصا فيما كيتعلق بسلامة الامعاء والكلي وأظهرت وأظهرت هاد الأبحاث أن البطيخ ما كيطفيش العطش وتيرطى بالجلد وتينعس الجسم في حزم بل كيفيد كملين قوي للأمعاء ومادة كتساعد على الهضم ومقويل الدم ومفتت للحصوات ديال الكلي ووجدوا أن المركبات الطبيعية الموجودة في الدلاح كتساعد في تخفيض شدة الأمراض الجلدية وكتفيد البذور دياله في تخفيض ضغط الدم المرتفع ويمكن لنا نستخدمه الجذور دياله كذلك في الوقف ديال النزيف الدموي والبطيخ الأحمر أو الدلاح مفيد للكلي بحيث يقلل من ترصيب حامض البوليك في الدم وتساعد كذلك في الوقاية من السرطانات الاحتواء على الليكوبين الموجود بنسبة عالية فيه وهو أحد مضادات الأكسادة اللي كتعمل في الحد من السرطانات في الجسم وباحتواء الدلاح على البوتاسيوم والمانغنيس فهو تيقوم بتنظيم ضغط الدم والعمال على الخفض دياله ومن الفوائد كذلك اللي كيمتاز بها الدلاح هي تقوية العين وذلك بسبب المحتوى من فيتامين أ وتتتعتبر من المنشطات الطاقية لجسم خصوصا فصل الصيف اللي الجسم فيه تيفقد نسبة عالية من الطاقة بسبب الحرارة والمجهودات اللي كنقوم بها أما الناس اللي كتعتمد على نظام غذائي للحيمية فالدلاح تيمتاز بخاصية التخصيص والريجيم وقد تعتبر كذلك من الأطعمة اللي كتنظم مستوى السكر في الدم والدلاح تقلل من آلام العضلات بسبب ارتفاع محتوى السيترول والمتداول أن تناول عصير الدلاح كيحسن الضورة الدموية عند الرياضيين كما أنه تعزز صحة القلب الاحتواء على نسبة عالية من الليكوبين اللي كيقلل من خطر أمراض القلب فهو تيقلل من الكوليسترول السيء وضغط الدم خصوصا عند الناس اللي تعانيوا من السمناء المفرطة وباحتواء كذلك على السيترولين اللي هو حمض أميني تيزيد من مستويات أكسدة النيتريك في الجسم مما تيساعد على خفض الضغط الدم والدلاح تيمنع الربو أو الضيقة بالعامية ديالنا بحيث تيت تعتبر مصدر ممتاز لفيتامين سي بحيث أظهرت دراسات أمريكية أن فيتامين سي عنده خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومن هنا فإن الشخص المصاب بالربو تتكون عنده مستويات منخافضة من فيتامين سي في الجسم وهذا هو السبب في المعاناة ديالو من مرض الضيقة وبهذا متتبعي قناة فائدة الأعزاء تمكن أعطيتكم نبذة بسيطة على فائدة الدلاح العديدة لك وإلى لقاء آخر في فيديو آخر بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر